محافظة عكار معنا عبر هالبرنامج وحبيت اليوم أني استضيف ابن لقبيت ولكن نائب عن عكار وبالوقت زيته عضو كتلة المستقبل الأنيبية الشيخة دي حبيش أهلا وسهلا فيك ولشك أنا لما بعرف عن حضرتك بعرف أنه باللي أنا بشعره بعرف أنه حضرتك ربيت ببيت إدارة وطني سياسي ومن هيك يمكن الإدارة اليوم بحاجة كتير اليوم لأنه يكون في نواب حاملين لواء الإدارة بعيدا عن الفساد وحتى نمية وانطورها لأنه إذا ما عنا إدارة ما عنا بلد ما عنا مؤسسات من هيك أنا اليوم كتير بدي أسمي على جهودك بالإدارة اللبنانية بموقعك كنائب أيضا في البرلمان اللبناني وأيضا في منطقة عزيزة كتير وهي محافظة وكلنا بنعرف أنه هذا القضاء سهمت مع كتار مع نواب حتى هذا حتى يعني سنة الألفين يتطبق القانون تحويل القضاء إلى محافظة اليوم صار عندنا محافظة جديد ورجل وتحية أستاذ عماد لأ أخذته من عندنا من المتن صحيح وأهلا وسهلا فيك واليوم أكيد مع وجود محافظة مفروض أنه تكتمل معها كل الدوائر والمصالح الإدارية يعني أخذنا شخص من أفضل الأشخاص بالمتن الأستاذ عماد لبكي ومنستحقوا بعكار كذلك الأمر لأنه شخص كله أخلاق وعم يتعامل بكمة من الأخلاق والإيجيبية مع أبناء المنطقة وهذا بشاهدة كل البلديات والمخاطير والفعاليات بالمنطقة وإن شاء الله نحن ويه وكل القيمين على المنطقة نقدر نوصل أنه نساعد هالمنطقة اللي هي حرمينا عبر العصور يعني وبدأ كتير شغل مهما اشتغلنا بعكار أنا أقول لك بيضل ما بتبين يعني لأنه بكل القطاعات إذا بتتطلعي بكل القطاعات وبكل المجالات بتلاقي أنه في حرمين بهالمنطقة بتخلصي شغلي بتلاقي في عندك بوجه 100 شغلي بده بعد تصديق ولكن اليوم إحنا وضعين أمامنا عدة مشاريع وكلها على النار إن شاء الله وهايكي بنكون عم نقفل سنة مع بداية سنة إن شاء الله بتتبلور فيها أكتر وأكتر هذه القضايا الإنمائية وإذا بتسمح لي بداية نوجه تحية للوالد لأنه كمانا يعني غير إنه كنا يبكن بالتفتيش المركزي ومجل خدم المدني واليوم نحنا ما أحواجنا صحيح ما أحواجنا إلى طبعا إنه نمي كتير وندخل دم جديد فاعل على مؤسساتنا في القطاع العام الشيخ بدي بلش من السرايا سرايا عكار لأنه السرايا هي بتحمل أكيد أبعاد ورموز كتير وملجأ لكل أهالي عكار إن شاء الله اليوم واقع السرايا شوفي أنا قبل ما أحكي بالسرايا اللي أكرت مؤخرا بقرار مجلس الوزراء بدي أحكي عن الظلم اللي لحق عكار من نصيب المبلغ اللي أكر بمجلس الوزراء نعم يعني نحنا عكار ينقر لها 7 مليون دولار وينقر لبقية المناطق 20 و30 و40 مليون دولار بيكون في ظلم كتير كبير لحقوا عكار نحنا رفعنا الصوت كنواب عكار وقلنا لهم هايدي 7 مليون دولار اللي تخصصت لسرايا عكار اللي هلا بنحكي عنها هايدي ظلم كبير لعكار إنه فقط عكار تنعطى 7 مليون دولار بالوقت اللي شفنا مناطق أخرى نحنا مش ضده أبدا أنا ولا مرة أتعاطى هلا بنحكيكي بوصلك بعدين على أتستراد عكار كيف تعاطوا معه بعد الكتل السياسية أنا ولا مرة أتعاطى مع منطق إنه بدي وقف لك مشروعك تأخذ مشروعي بس على الأقل أعطيني حقي واخد حقي عاك الحال هوني بين المنطقين بدي أذكر للكل نعم إنه عكار هي خزان لجيش اللبناني صحيح ونحنا بنحنى أمام كل شهداء وإن شاء الله عودة عسكريين لأنه بعرف من المنطقة عنا ثلاث عسكريين وأيضا هي خزان تربوي وأكيد رح نفوت على التربوي يعني ما نستهل ما نستقل بعكار وطاقات عكار صحيح المناطق اللي صرفت له مبالغ كبيرة هلأ وعدنا رئيس الحكومة ووعدونا وزراءنا داخل الحكومة إنه هذا الغبن اللي صدر بالقرار الأخير اللي هو طلع من شهرين ثلاثة إنه ينرفع ويرجع ينعمل قرار جديد لحتى تنصف منطقة عكار وكذلك الأمر منطقة أخرى ظلمت كتير أخدت سفر هي منطقة المنية الضنية يعني بأن هي هي مناطق لبنانية ما فينا نحنا اليوم نجي نعطي لمنطقة سفر ومنطقة تانية نعطيها 30 و40 و50 مليون سيما هو أنه هذه المنطقة اللي أخدت 7 مليون مثل عكار هي اللي بحاجة لـ 50 و60 و70 ومنطقة مثل المنية الضنية هي اللي بحاجة كمان لأنه الحرمان موجود أكتر شي بهذه المناطق وبيبعل بك الهرمان عكل حاض مسألة السرايا بعكار صورة 7 مليون دولار سعادة المحافظة هلأ بالتنسيق مع التنظيم المدني ومع النواب ومعنا نحنا بعكار عم بيشتغل حتى في عدة في حلين كان لسرايا عكار المركزية اللي هي مركز المحافظة في عكار يا أما في أرض مأدمة من البلدية بحلبة أنه ينعمل عليها مركز جديد أو إعادة هدم السرايا الحالية وبتصور الاتجاه رايح بهذا الجو لأنه مركز السرايا أساسي وبنصدين منطقة حلبة اللي هي عاصمة عكار بالسنتر طبع حلبة وبالتالي الجو هلأ الاتجاه اللي عم يتشغل عليه هلأ بين مع محافظة عكار والنواب في المنطقة والفعاليات أنه هذا المبنى ينشيل عم تلعمل دراسي بهذا الجو ينشيل وينعمل مبنى كبير جديد حديث يسيع كل الإدارات اللي بتلحق المحافظة في عكار والمحكمة كذلك الأمر والمحاكم كلها سوا بدأت تصير موجودة وهلأ اللواء ريفي الوزير كمان هلأ عم يصدر كل القرارات لأيلي إلى تعيين مدعين عامين في عكار مدعي عام ومحامين عامين ومحاكم درجة عليا جينيات واستقناف وغيره أو لحتى فعلا نكون كرسنا أنون محافظة عكار لأنه ما بيكفي القصة على الورقة والألم القصة بدأتكون لما بنقول في محافظة بعكار كل مستلزمات المحافظة بالقضاء وبالمصالح بتحويل الدوائر كلها بعكار إلى مصالح يعني بدل ما أبن عكار عملته اللي بتخلص بالمصلحة مش ضرورة يكون بدأ مدير عام ينزل على تراموس بيصير يخلص كل شغله بحلوة بدوا يخليني قللك قداش عم يتعذبوا يوميا بيقعدوا الساعات يصال يعملوا معاملة بالوقت اللي كمان الأوتوستراد شيء أساسي اليوم نعم أوتوستراد عكار كسروين بيروت بدي يسمي هيدا لو هالأوتوستراد بنعمل بشكل قداش بيوفر من حواد الساد وفر من طاقات من وقت من وقت وبيستهلوا وبيقولك أكتر بعد سيد ربيكا قداش بعد بيزيد قداش بعد بيرفع الاستثمارات بعكار يعني اليوم عندنا إمكانيات بعكار نحنا هائلة من عكارات بعضهم أسحارها كتير مقبولين نسبة لبيروت ولجبل لبنان ولهالمناطق اللي صارت الانماء فيها أفضل اليوم لما بيشوف المستثمر أنه أنا بقدر أوصل بده اليوم ساعتين تأيوصل على عكار أو ساعتين ونصف تأيوصل على عكار بظل هذه الطرقات التعبانة لما نتعمل له هذا الأوتوستراد اللي هلأ منحكي عن تفصيله وبيصير يقدر يوصل من جونية لعكار بساعة أنا بأكد لك أنه معظم المستثمرين بيصيروا يطلعوا ويستثمروا بعكار لأن الأراضي بعض الخيصة وهيدا الشيء بينمي الحركة الاقتصادية بعكار بيفتح باب له توظيف كبير بعكار هذا الأوتوستراد ما تلزم لازم أرحلي منه خليني أقل لك بداية بمثلة السراية السراية فإذا تأمن لها 6 مليون و800 ألف يعني تقريبا ما يقارب 7 مليون دولار وهي اليوم في طور الدراسة النهائية لتحديد الموقع وفيما بعد تلزيم هذا المشروع يعني دراسة المشروع وتلزيمه والذهاب إلى البدء فيه والمصريات طبعا موجودين فيما خاص أوتوستراد عكار الأوتوستراد اللي بده يتنفذ حاليا اليوم تطلع من كسروان على ترابلوس بأوتوستراد شرعي هلأ في مجلس الماء والعمار ملزم مشروع من ترابلوس إلى منطقة البداوي هلأ كذلك الأمر منفذ المشروع وعن يتنفذ الأوتوستراد اللي هو موجود مرصد له 150 مليون دولار بصراحة هو كان باقي من مشروع آخر 40 مليون دولار موجودين 40-45 مليون دولار موجودين بالإنماء والعمار نحنا كنواب طلبنا من فترة شيء سنة ونص أو سنتين طلبنا بزيادة 100 مليون دولار لحتى ينعمل المشروع ويصير فيه أوتوستراد ويوصل إلى عكار وفق مجلس النواب وهون بقولك أنا صار فيه معارضة من بعض الكتل السياسي وبشكل أساسي شيء معيب صار فيه معارضة أنه إذا بدكم تاخدوا أنتم 100 مليون دولار لأوتوستراد عكار بدنا ناخد بوجهم 100 مليون دولار لأوتوستراد آخر بالمتن أو هون أو هون أنا بقولك هذه الشغلات ما كان مفروض تصير نحنا مع أنه ينزاد المصاري إذا فيه إمكانية ولكن ما فينا نقارن كمان مناطق بخير بمناطق وضعة كتير تعمال كلهم لبنانيين وبحاجة كلهم كمكلف لبناني عم يتفعوا كل واحد آخر شيء يعني نحنا بوقتها لمنا نواب التيار العوني اللي يوقفوا ضد هذا الأوتوستراد وصوتوا ضده للأسف على كل حال مشكورين كل الكتل السياسي اللي صوتت معنا وقدرنا أخذنا بوقتها 100 مليون دولار زيادة وهلأ الإنماء والعمار عم بيعمل مرسيم الاستملكات تبع الأوتوستراد تبع الكار وبنفس الوقت خلصت الدراسة صارت على آخرها ليصار إلى تلزيم هذا الأوتوستراد والبدء فيه أنا بقلك اليوم إذا الأمور مشيت مثل ما لازم أنت بتعرفي الروتين الإداري في لبنان أكيد هذا البدء والوضع اليوم كمان رضع البلد النصريات موجودين إذا مشيت الأمور مثل ما لازم أنا بقلك من هون ل3 سنين أو 4 سنين بيكون انتهى الأوتوستراد ما بقلك بيكون بلش بيكون انتهى لأنه بده تقريبا الدراسة مثل ما اطلعت مبارح من رئيس مجلس إمام العمار من يومين بده تقريبا 3 سنين إلى 3 سنين ونص طيب يتلزم عتبري بعد بده 6 شهور لقدامي أنا بديك من هون لأربع سنين بيصير ابن عكار وأي مستثمر طالع يستثمر بعكار بيطلع من هون لعكار بأوتوستراد لأنه الناس شو بده بده طريق سليمة بده دوائر ولكن بده كمان ذكرت شغلة كتير مهمة اليوم لما يكون عندنا أوتوستراد بهالحجم يكون عندنا سرايفية كل الدوائر لأنه يكون عندنا مطار يعني مطار رونيم عوض مثلا ليش وقف اليوم قديش كمان بيجيب أوتوستراد ونحن مش بحاجة اليوم لمطار شوفي مطار رونيم عوض مطار رئيس الشهيد رونيم عوض هذا أهم مشروع مثل ما مهم جدا للأوتوستراد هذا ضروري يتلزم مع إعادة فتح هذا المطار اللي هو مطار شرعي أولا على الصعيد إذا بدك الإدارة أو على الصعيد المطلب اليوم كل المعنيين بقضايا المطار ومطار بيروت عم بيقولوا أنه ما بقى فيه إمكانية مطار بيروت يستوعب مفروض ينفتح مطار تاني مجلس الوزراء وكل الخبراء مثلا فين مطار الرئيس الشهيد رونيم عوض هو يعني مطار الإعاد هو المطار التاني الصالح أنه ينفتح بلبنان هلأ إذا الأوتوستراد إذا الله راد على الطريق بده تمشي بده يمشي مشروع الأوتوستراد ساعتها كمان فتح المطار بيصير ضرورة جدا أساسا هي ضرورة شو اللي معاقلوا سياسيا تبويليا بصراحة بقولك في عقبتين في ثلاث عقبات أول عقبة سياسية هي أنه صار فيه اعتراض على هذا المطار بقلب مجلس الوزراء وبصراحة اعتراض كان يعني من حزب الله ومن فريق 8 أدار على فتح هذا المطار بصراحة بقولك ما بعرف ليش يعني أنه اليوم أنه موضوع ما لازم يكون هذا يدخل فيه بزار السياسي رقم اثنين لمأخر هذا الموضوع هو هيئة إدارة القطاع الطيران في لبنان مفروض أنه هالهيئة اللي طلعت بأنون بتتكرس بتعيين هيئة لإدارة قطاع الطيران المدني في لبنان ولأنه لما بتفتحي أكتر من مطار بلبنان مفروض يكون فيه هيئة بأي بلد مش بلبنان بأي بلد مفروض يكون فيه هيئة لإدارة قطاع الطيران هذه مفروض كمان أنه تتعين والنقطة الثالثة اللي نحنا عم نشتغل نواب عكار لحل وهي مسألة التمويل لفتح هذا المطار ونحن كنواب تقدمنا باقتراح قانون بتاريخ 5.3.2012 هذا هو اقتراح القانون اقتراح قانون يرمي إلى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاكات والتجهيز في محافظة عكار اللي هو تطوير منشآت مطار الرئيس الشهيد رونيم عوض بالإضافة إلى الاستملاكات في حرم هذا المطار لأنه ضروري وهي دراسة عملة الإنماء والأعمال وكذلك تمويل أشغال البنى التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية المزمع عقامتها في محافظة وهلأ من بعد هذا الفاصل الشيخ هادي حباش رح نحكي كمان عن المنطقة الاقتصادية نعم نتابع الحال عنا مع الشيخ هادي حباش نائب عن عكار وعضو كتلة المستقبل الأنيابية الشيخ بدي انتقل كمان لمشروع كمان ليقل أهمية عن بقية المشاريع وحضرتك يعني مع عكتار تقدمته بطلب هو إنماء عكار مجلس إنماء عكار بصراحة هذا المشروع واليوم عم ينحكي بمجلس إنماء الشمال كمان صحيح بصراحة نحنا تقدمنا كنواب عكار بإنشاء مجلس إنماء عكار هذا القانون تقدم سيدتي من شيء كمان سنتين بسنة 2012 بسنة 2012 قدمنا اقتراح يتعلق بإنشاء مجلسين واحد لمجلس إنماء عكار ومواحد مجلس إنماء بعلبك الهربان نحنا قدمناه كنواب عكار هذا يدرس اليوم في الليجينة النيابية بارح من فترة رجعنا تقدمنا بمشروع بعد ما صارت الأحداث طبع ترابلوس تقدمنا بمشروع مميسل لهذا المشروع كمان مضيناه نحنا كنواب منطقة هو إنشاء مجلس لإنماء عكار وآخر لإنماء عكار وبنفس الوقت يشمل منطقة الشمال كلها هذا كمان المشروع كمان هلأ أحيل إلى الليجين النيابية ومضيناه نحنا كنواب منطقة بالإضافة إلى نواب منطقة المنية والضنية وترابلوس وراح هذا الاقتراح كذلك الأمر إلى الليجين النيابية هلح ينضموا هولي الاقتراحين هلح ينضموا مع بعضهم الاقتراحين لهن مجلس إنماء العكار والشمال مع اقتراحنا نحنا بمجلس إنماء عكار وبعلبك الهرميل بينضموا مع بعضهم لحتى نشوف كيف نطلع مننا بالليجين النيابية وناخد هذا المشروع إلى الهيئة العامة لإكراره إن شاء الله نجعل السدود وهي مشكلة المشاكل هالشح يلي نعرف منطقة غنية بالماء نحن فيه على أساس ثلاث سدود بالمنطقة طيب شو قضية السدود شوفي فيه عكار معمول لكين دراسي بوزارة الطاقة من تقريبا من فترة 15 سنة يعني بدأ فيها هذه الدراسة الدكتور فادي إمار مشكور لما نجع على وزارة الطاقة عمل مشروع متكامل لكل السدود في منطقة لبنان فيه عكار تم توافق على إكرار أو دراسة تقنية قررت أن يكون فيه ثلاث مناطي لازم يكون فيهم سدود سد تقريبا على النهر الكبير هذا واقف بسبب اليوم الوضع الأمني وسد آخر بمنطقة الأرقف وسد آخر بمنطقة الأبيات اللي هي بلد وصار إشكال بصراحة بمسألة الأرقف صار فيه إشكالي بمسألة سد النهر الكبير قلتليك شو المشكل مشكل يعني اليوم أمنة بمسألة الأرقف صار فيه أنه بعض الناس بنيوا بالمكان اللي هو مكرر أن يكون فيه سد هذا الموضوع تتم وعلجته مع رئيس بلدية الأرقف والمعنيين بالبلدة دعا نشوف كيف نلاقي حل هلأ بصراحة بالأبيات الموضوع تسيص يعني أنا كنت عم تابع هذا الموضوع مع الدكتور فادي إمار وطلعت الدكتور فادي إمار على منطقة الأبيات وتم التوافق على إكرار السد بمنطقة توافقت عليها كل أبناء البلدة فيما بعد بصراحة صار فيه حرطة السياسية لأنه هادي حبيش وللأسف يعني هدي حرطاءات العلاقة بأمور صغيرة لأنه هادي حبيش يسعى لهذا المشروع راحوا ناس بالمقلب الآخر صاروا بدون يوقفوا المشروع هلأ اليوم اللي برجع بقوله رجعت أنا حيطة كل تقلي تنرجع نمشي المشروع لبلدة الأبيات لأنه هادي المنطقة الوحيدة اللي فيه إمكانية تمشي فيها المشروع بعيدا عن العقابات التقنية وبيستحقوا الناس كمان يكون عنها اليوم نحنا هادي أهم مشروع طبعا هذا مشروع أنا بقولك تكلفته المعمولة بالوزارة التقريبية بحدود الأربعين مليون دولار بالإضافة إلى الدراسة اللي هلأ عم تمشي أمورها وعم تتلزم وإن شاء الله ما بيصير فيها عرقة لسياسية أنه ترجع تمشي وتقريبا تكلفته بحدود المليون ونص للمليونين دولار قبل ما فوت على الإقبايات وعملين روبرتاج بدي أدخل بموضوع الصرف الصحي نعم هل في من المشروع هاي مشكة مش بس بعكاية بكل لبناء صوفي الصرف الصحي اللي ها قلك شو الصطع بعكار بشكل مختصر الصرف الصحي نحن وقت مع منا نواب بسنة 2005 كتلة نواب عكار بدأت بالتواصل اليومي مع رئيس الحكومي بوقتها الرئيس السانيورة ومبعد منا الرئيس الحريري وكل رؤساء الحكومات مع الإنماء والعمار لتأمين الصرف الصحي بعكار اللي هي كارثة بيئية كبرى جدا إذا بتبقى نطلعها بصراحة نحن نجحنا بإقرار عدد كبير من المشاريع اللي هقلك قديش نعمل الدراسة لكل الصرف الصحي بكل الكرة العكارية دون استثناء طلعت دراسة الصرف الصحي 228 مليون دولار بتغطي كل محافظة عكار لحديد هلأ نحن اللي بقلك إنه جبنا صرنا 137 مليون دولار منهم من أصل 228 جبته أكثر من النص أكثر من النص باقي 91 مليون دولار هايني بس هايني صحيح اللي لحديد هلأ عم بيتنفذوا هن لأنه تقسمت عكار إلى 7-8 مناطق عم بيتنفذ بحدود اليوم 137 مليون دولار جزء مش يمقول عم بيتنفذ يكون واضح يعني معظمهم مثلا تأمن تمويلهم شي بده بعد موافقة مجلس النواب لحتى يوافق شي قيد المناقصة شي الآخر مثلا يتم توقيعه في المجلس أرسل إلى المجلس النيابة البعض الآخر منه جزء منه راح توقع من المجلس أو توفى عليه بالمجلس النيابة هلأ صار فيه توقيع الاتفاقية يعني هولي اللي هني على الطريق اللي هني على الطريق وماشين 137 مليون دولار بدهم بعد جزء منهم مجلس نواب جزء منهم توقيع الاتفاقية وفيه بعد 91 مليون دولار لم يتم تأمين التمويل لقلهم منكون خلصنا كل منطقة عكار بمسألة سلف الصحيح تربويا شو مشكلة المؤتمر السحافي اللي عقدوا نواب عكار وطلبته من معالي الوزير التربية شو قضيتها قضية؟ بصراحة بقولك هي القضية السياسية بامتياز وزير التربية عم بيعمل ترقية بإدارته نحنا في عنا شخص قدمي جدا بشهادة كل الفرقاء السياسيين بالبلد من 8 و 14 هو اسمه الأستاذ جورج ديود ظلموا وزير التربية ولم يرسل مشروع مرسوم بترقيته إلى مجلس هو كمدير للتعليم الابتدائي هو مدير تعليم الابتدائي بالوكالة مكلف تكليف عفوا مكلف بالتعليم الابتدائي ومستوفي شروط التعليم الابتدائي وقاضع لدورة بمجلس الخدمة المدنية ومرأ مرسومه على مجلس الخدمة المدنية مع الموافقة ما بقى بده إلا أرسال هذا المرسوم على المجلس ما بقى بده لا يمكن ما راح على مجلس خدمة بعد بس أنه مخلص مستوفي كل شروط الترفيع لم يرسل مرسومه للأستاذ جورج ديود بالوقت اللي أرسل الوزير مرسومان ثلاث مرسيم إلى مجلس الوزراء اللي هنه اتنين من محسوبياته يعني سونيا خوري وزوجة لحتى يرأيهم وزوجة بيأدروا ايه بعد فيه الولاد وفيه كان فيه الست سلام يونس كمان اللي نحن مش عم نحكي عن كفائتهم بس عم نحكي عن محسوبيات السياسية أرسل ثلاث مرسيم إلى مجلس الوزراء لترفيعهم طلبنا كنواب عكار انه يا خي هذا الظلم ابن عكار وانت عم تقول يا معالي الوزير انه كل الناس عم تحكي فيه وانا رحت لعنده للوزير قلت له يا عمي قلت له انا حكيني فيه الجنرال عن قلت له كتير منيح فاذا هايدي فيه وحدة وطنية اذا كل لبنين عم يحكي بجورج ديود يعني شغلة والمطارين حكيوا فيه وكل لبنين حكي فيه فاذا يشكل وحدة وطنية فاذا خلينا نمشي فيه رفض رفضا قاطعا وهلأ بعده عن رفض فوجئنا فوجئنا يا ريت بعده عن رفض فوجئنا من شيء أسبوع بقرار كيدي غير مبرر كليا راح أخذ قرار بإلغاء تكليفه بالتعليم الابتدائي وشيله من محلي انا بقول لك مش بهذه الطريقة تدار شؤون البلد وزارة التربية مننا لفريق سياسي بالبلد ولنا مركز حزبي في البلد خصوصا تربي للعسف وخصوصي مسألة عكار ما بتتكافى عكار انه ينشالله شخص عنده كامل كافية وانا بقول لك شغلة اتحدى انه يكون عليه عقوبة وحدة هالزلمة اللي حتنشيله فقط لانه ابن عكار بدنا ندفعه التمن للعسف عادي نحنا رحنا بجولة على القبيات رح نترافق بالصورة وبتخبرنا شوي عن واقعة تربية بدنا نحكي عن تربية عن مدرسة القبيات وغيره مونة جلوان جيلت بالكاميرا منشوف شوي وبتخبرنا بنفس الوقت فينا نترافق معها قضية التربية وهيدا الأوتستراد مثلا هون بدنا إنارة ما فيها إنارة كتير مفرق القبيات الكلمة لقلك سعد النائب يعني أكيد يعني هون في دور كمان هلأ في إنارة مش انه ما في إنارة شوف تطلع بس من يمكن بده تحديث بعد أكتر هون في دور طبيعي كمان البلدية يعني أنه تلعب دور بمسألة الإنارة أنا شخصيا لم يطلب مني طلب واحد من قبل المعنيين في البلدة إلا وكنت أول ما نلبى هذا الطلب بس مشكلتك أنت بالكرة بتعرفي أنه الحرتاءات السياسية أوقات بدل ما يتنافسوا السياسيين على الإنماء بيصيروا يتنافسوا على تعطيل المشاريع لبعضهم هذي اللي أنا دايما بدعيهم أنه نطلع من هذه الحرتاءات الصغيرة ونشوف أنه بدل ما إذا هاد يحباش عم يجيب مشروع للبلدة يسعى الفريل آخر يجيب مشروع آخر للبلدة من خلال تواصله مع السياسيين ومع المحسوبين عليه مش أنه نشتغل إذا فلين عم يجيب شغلي للبلدة أنه يروح للآخر يوقفها أنا صار لي هلأ تقريبا تسع سنين نائب بحياتي ما وقفت مشروع واحد للبلدة بالعكس كلا حياتي بقتل حالي تجيب مشاريع إذا بقلك بكل صراحة واقع مزري يعني هلأ اللي بقلك إنه هذه المدرسة اليوم مدرسة الروضة بالقبيت محطوط مشروع من قبل البنك الدولي بترميمها في مشروع من البنك الدولي بترميم 110 مدارس هذا المشروع الإدارة إدارة بالوزارة التربية هي حددت شو هي الأولويات في وزارة في المدارس اللي بدها ترميم هلأ تحددت الإدارة الإدارة بوزارة التربية حددت 110 مدارس ومشروع مدرسة لقبيت الروضة من ضمنها 110 مدارس بصراحة بعد بدها توقيع الوزير إن شاء الله ما نوصل عند الوزير يصير فيه كمان تعاطي كيدي لأنه يعني لقبيت بدها ما بعرف نحن هلأني عم نختم سنة حدا استقبل سنة جديدة شو بقول النائب الشيخ هادي حباش للبنانيين لأبناء المنطقة حتى نختم فيها لقاء أنا بقولك إن شاء الله أنه كلنا سوا كل لبنانيين نتبارع على خدمة هذا البلد وعلى خدمة مناطقنا لأنه بالنهاية اليوم حرام أنه نفوت بزواريب سياسية لحتى نعرقل خدمات الناس كل واحد نجاحه بيكون إدايش بيقدر يخدم منطقته إدايش بيقدر يخدم بلده إدايش بيقدر يطور هذا البلد خلينا نكون شوي منفتحين يعني صرنا بالألفان وثلاثة أربعة عشر بنفوت بالخمسة عشر خلينا نكون شوي عقولنا منفتحة ونطلع بقى من هاي السياسات الأديمة اللي هي حرتقات صغيرة ونقول كل واحد خليها تكون المباراة بينه وبين الآخر على إنماء هذا البلد وعلى تطوير هذا البلد لأن لبنان بيستحق بيستحق وشعب لبنان بيستحق أشكر حضورك معنا اليوم أتمنى لك أكيد سنة تكون مصمرة وإن شاء الله كل هالمشاريع يحكينا عنها تبلش نشوف عم تتطبق على الأرض بالألفان وخمستاش شكرا لكل أصدقاء المشاهدين اللي يتابعونا خصوصا بديخص فيهم اليوم محافظة عكار وأقول لكم أنه برنامج الحل عندنا هو لكل اللبنانيين وين من وجدوا أهلا وسهلا فيك مجددا شكرا لك إلى اللقاء اشتركوا في القناة